السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا ويا اهلا ويا مسهلا فيكم في شتي سكايلين والسلسلة اتطور كم من حلقة وشارفت على انتهاء قريب ولكن عندنا اشياء ومشاريع نكملها واول مشروع الان بنبدأ فيه ليش صار عندنا مكان بعيد واحة ماي وكل شيء الحين اللي يستفيد من هالمساحات مثلا انا كريسورس الحين عندي هني شو عندي عندي شوي بترول وعندي معادن جنب عبا زين انا هاي بسويها مدينة على تعديل على اه نقل خارجي ما بقى سوي هني مدينة على اغرب بنقل المطار خارج المدينة هني سوي مطار ضخم ونحول هاي مدينة سياحية لكن شن سوي عساسة نسوي شيء نفس هذا اول شيء في شوارع داخلية راح تمد بعدين بس اول شيء الهايوي نفسه الهايوي هذا راح يكون موصول بينه وبين كارغو في المستقبل فنحتاج نحطي تقاطع ضخم جدا نبدأ الحين نحتاج نستعمل التقاطعات الضخمة اللي متوفرة عندنا ولازم نستعملهم يعني بشكل شوي حكيم خلنا نقول ليش لانه راح يخدمونه يعني بشكل رائع ومرعب يعني اكثر مما تتخيلون نحوه واكثر مما تخيلون هذا غلط كان نزيل نها بعدين انا بشتغل على ميلان هم وتعديل الشوارع كالعادة خارج نطاقة الحلقة كلا يمشي يعني في نهاية اليوم كلا بيمشي بالطريقة هذي الفكرة العامة حاليا شو نسوي انه نحن هذا بنوصله لانه هذا بيوصل البعدين في المطار طبعا اذا وصل في المطار المستقبلي راح يكون منطقة مطار مطار يعني مطار يعني مطار راح ياخذ اطور اكثر من حلقات يمكن مش الميبل ما يشارف تال انتها نزيل الحين هاي المنطقة راح تكون منطقة ضخمة اه خلنا نقول جدا ضخمة جدا جدا نحن استعمل فيها الشوارع الخارجة والداخلة شوارع ضخمة عن زين ليش في بي ادي ثلاث منافذ عن زين لازم يكون عندي منفذ صناعة منفذ الصناعة راح يتوجه بهذا الاتجاهة اوكي نحن راح نبدأ بصناعة المعادن وعندنا الاتجاهة الثاني اللي هذا موجود حاليا اللي هو المكان القطار اللي موجوده راح نشل هذا ونحطي قطار ايدد عنه ومنطقة الثالثة هي المنطقة السكنية اللي راح تمتد والمنطقة السكنية نفسها راح تكون منطقة صغيرة يعني تعتمد على عمال وامداد المناطق الصناعية هني بي الصناعات اللي نحتاجها خلنا اول شي نبدأ نحطي الاندستريال زون بطريقة هاي هذي تعديل كامل تعديل ما اظني راح اسوي بترول صراحة التعدين ما اظني عندي تحت الماء عندي ما ما اذكر اني اه هاذا اندرقراوند عن سي بد مايننج بسل اه اذا عندنا سي بد نحنا لازم نبدل اللي هني بشو بمعادن اول شي بنشل البترول اللي هني كامل خلنا نفتح الريسورس لحظة الماب بنشل الريسورس هذا كامل وبما انه عندنا مسطحات مائية نعتبرها اعماق ممكن نسوي هني بس ما بقى انا بقى امتد هني شوي يمكن سياحة بالطريقة هاي فما بقى احطي التعدين هني اوكي في اماكن ثانية لكن ما احس اني ابقى اسويها وبنحطي المعادن بالطريقة هاي هني وابقى اكسف الانتاج المعدني هني شوية بحيث اني كنت تحت منطقة وحدة وهذا كامل راح تكون منطقة شو صناعية وحدة وراح تكون معزولة عن المدينة كشارع يمكن مشتركة بس كفعليا نحنا راح نعزلها الشوارع اللي راح نستعملها فيها هني كلا شوارع ضخمة ما بيكون في عندي شوارع صغيرة مش كلا كلا لا حد معين هنزل الحين هذا انا ابو اسوي فيه فجوة شوي انا عندي ثيم للمنطقة المعدنية اللي ولمنطقة المعادن اللي اسويها واباكم تكونوا اياي نسوي هني فجوة شوفون الفجوة هاي ونسوي هني بعد فجوة شوفوا منزين ونسوي هني فجوة بخبركم الحكمة منها عقب شوي ليش انا انا شفت شي قبل في برنامج منزين وكان يعني شوي منطقي نزين الحين هذا ننزل تحت ونسوي عبارة عن فجوة خلي شو قاعد تسوي شو قاعد تخبص صح ونشل الارض هني وننزلها تحت ما شفونا قبل نحنا ما نحفر في ستي سكالين في العادة صح نزين نسوي فيها شو فجوة شوفون الفجوة هاي بكسر من وراها الشارع نزين وبحاول اسويها ملساء هذي الفجوة نزين هذي الفجوة راح تكون تدرجات يعني نحنا راح ناخذها الفجوة ونطلع منها فجوات اخرى بالطريقة هاي شوفوا الحين بتقولون شو قاعد يستوي انا فاهم فاهم دقايق 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 نحنا قاعدين نسوي جبل تعدين جبل تعدين اوكي جبل التعدين راح يكون ما شي على ثيم اباكم تدورون شوي وتشوفون في اه جوجل وبعض الاماكن نزين الحين الجزء اللي وايد صعب اني اسوي شارع حق الجبل هذا الموضوع اني انا اسوي شارع هني وايد صعب انزين الشارع راح يكون التجاهين اكيد 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 التجاهين بتشوفون شارع ترابي تقولون شو السالفة صح بطريقة هذي شوفون والشارع نفسه ياخذ منحنة مختلف بطريقة هاي انزين اوكي يمكن اسوي لابا قريد اذا قدرت بسوي بس حاليا محتاج لنا ترابي انزين بالطريقة هذي وعندنا هذا بالنزلة طريقة هاي وننزل الشارع هذا ان شاء الله ينزل خلنا شوي مبعد الجزار اللي احني موجود طريقة هاي ونرجع الشارع احنا تقولون شو السالفة خليه خربها صح هذا مشكلة انه اذا نحرك شوي افروض ايش جوي ايوه وهاي منطقة تعدينية الحين منطقة تعدينية صبر خلنا نشوف كيف بوصلها خليه هنا مشاكلة وعندنا المنطقة الاخيرة التعدينية اللي هي هاي كيف وشلون صح ايوه بالطريقة هاي انزين الحين هنا نسوي بسيرت على شو على رك انزين هاي انواع الحصة اللي موجودة عندنا واللي راح نستعملها في ابدا ما راح استعملك اذا انت بالطريقة هاي صراحة ايوه راح ما يستوي لحظة ما يستوي تقريبا صدقون ابقى اسوي حماية للمكان عن السقوط بالحجر نفسا ما كنت تعدين ان كنا نسويها قبل بس ما عندي باقي التولس بالطريقة هاي هاي شكلها اوكي سوتها جبل يا بس الحين هل اماكن على اساس انه فيها معادن صح دام فيها معادن انا محتاج الجبل ما يسقط على منه على ربع اللي قاع يشتغلون تحت صح فكيف ما يسقط بالتحجير وشيكل جبال يعني اكثرها حتى تروحون الاخطوط الجسور وهالسوالف في اي مكان اشوار على بين جبال بتشوفون مسواية بحصة وطبقة خرسانية على اساس ان الجبل ما يطيح في حالة الكوارث شوفوا فبالطريقة هاي نحنا نخليه ما يطيح على اساس انه نحنا شغالين شو تعدين في الجبل هذا شوفوا طريقة هاي هذا يعني يمكن من واقعي اكثر ما تتخيلون يعني وبما ان الشاحنات قاعد تمشي دائما صبر خلنا نسوي طريقة هاي براويكم هذا الشي انا اباكم شوفو نظرهو لي درب الشاحنات طبعا كله شو راح يكون يا اصدقائي نفس الحالة طريقة الشاحنات نفس الحالة شوفوا هذا المنطقة الجبلية اللي قاعدين نسويها وعلى اساس ما تسقط من المعدات الثقيلة لازم تكون محاطة بطبقة خرسانية طبعا طبقات الخرسانية مش مو عن دلال المزولة الاشياء اللي تخليها الثاب تهني فنحنا شو قاعدين نستعمل نستعمل الحصة وهالحصة شكلة جيد جدا وعندنا منطقة هني بعد للحفر هذي اذا امتدينا لها وعلى غلب راح نمتد لها راح تكون منطقة حفر الحين الشارع الرئيسي اللي تحت انا قلت لكم مو بكم في شوارع صغيرة بس قاسي شوارع اساسية نزين الحين الشارع هذا بالطريقة هذي يمتد وبالطريقة هاي يمتد طبعا التعدين الرقات راح يكون عن طريق الشوارع الضخمة والتعدين غير الرقات ما راح يكون عن طريق شوارع ضخمة بالطريقة هاي وهذي الاماكن كلها يقدر يقعد فيها شو رقات بكل سهولة الحين المنطقة هذي نزين المنطقة هذي بالطريقة هذي المدخط وبالطريقة هذي نلف الدرب فيها بالطريقة هاي شوفوا يعني الحين بدأ يصير عندنا الطريقة هذي يا اخواني وصار عندنا الشارع الجميل الرائع الفذ شو رايكم هذي تروح للمنطقة الجبلية نزين الحين ببدأ بالصناعة شوي 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 اوكي نزين الحين خلنا نرجع للشارع اللي هاذا بنحطي الشارعين نزين وأنا حطيت شارعين مع ترام ما ينفع خلنا نحطي هاذ ثلاث شوارع شارعين طلعين شارع الداخل ونحول هالمكان الى دور انتهى الموضوع المنطقة الصناعية لوين تمتد لين هني صح هذي المنطقة لين هني كامل صناعية تقريبا تقريبا كامل صناعية ليش اللي نحن بحتاج اتكيو بنحتاج وايد اشياء وبتكون شوارع كبيرة يعانتي تعرفون ميغا ميغا ستريت راح تكون هني بايسكل مو اغني بايسكل مو بحطي بنحطي شي مع حاجز خلنا نقول نفس هذا على اساس الناس ما تلفلف على راحتها وهي بتكون شوية ستاندر ترى مربعات جدا مربعات المنطقة بتكون المعادة تكسر المربعات بيكون فوق مش هني فليبل نفسه بنحطي فراغ واحد بنحطي فراغ واحد بنحطي هني بنخلي مش فراغ حاليا نمد ماء من النكطة هاي اذا امكن الطريقة هاي طريقة هاي استوى عندنا ماء في المنطقة كهرباء طبعا موجودة نزين هالمنطقة ليش بالطريقة هاي انت يا مكان حفر نزين خلنا اخذ البنت برش ناخذ هذا وعندنا فرشاة صغيرة جدا ونبدأ نرسم هاي الشارع بعد فرشاة شوية اكبرها اللي يمشي عليه الشاحنات عبا يكون غير منظم ليش الشاحنات الشل الاولي والتالي وهي سايرة عرفتوا الطريقة هاي وحتى المباني راح حطي لهم نفس الطريقة شارع شوفوا طريقة هاي يركب غصب حبيبي يتزحلق هني لازم شوي زيادة وتعطي الشارع السحري ما له طريقة هاي عرف ذاك النفق فوق الارض واسموا عليه شوفوا بالطريقة هاي يكون شو مشوارع ما له شوي منطقية اكثر خلنا نرجع للمنطقة الصناعية ونشوف منطقة التعدين ونشل المين بلدنك ما لهم المين بلدنك بدل ما نحطيه على اساس الشارع بنشلنا قسم داخلي بالطريقة هاي وبنحطي مين بلدنك في الوسط قدر الامكان بما ان هذا مين بلدنك راح يحتوي على طبعا سكنات جدامه واشياء كان لنا هذا منطقة بعيدة وتحتاج سكناتها من الامام فراح يكون بالطريقة هذي هنا زين الحين واحد اثنين وجدامه مكان سكنات راح يكون الحين شيء الثاني اللي نحتاجه هو فتح لنا مجموعة اشياء اول شيء اسمول اور ماين شوفوا اسمول اور ماين ترى مش صغير لحظة ما بايكسر شيء حطيتو اور ماين بالطريقة هاي شو قلت لكم عن المكان تذكرون ترابي لازم الجماعة قاعد يخبصون هني لازم المكان يكون ترابي بالطريقة هاي اه الماي 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 خلنا اخذنا خط ماي على الشارع ونمده هني ونمد خطوط الماي على كامل مسار الرحلة بالطريقة هاي هنزين شفتو كيف المكان اوكي بالطريقة هاي الحين شاحناتهم تطلع من بتروح بتروح تخزن من نبه التخزين ساند استوريج الاستوريج راح يكون في منطقات تقريبا هاي اينه نسوي فراغ بعدين نحطي واحدة ثالثة وبنحطي الميلز ما لهم وين بالعكس خلهم بالطريقة هاي خلهم ياخذون من هني يردون ياخذون اللفة ويحطون عند التو ميلز هني ويرجعون مرة ثانية انزين الحين الاشياء الثانية بتفتح على لفل 2 ما بتفتح الحين اوكي فشو بنسوي نحن بنضيف شوي مينز شوي مناجم بس المناجم راح تكون في اماكن شوي يعني مش بالسهولة تركيبها ولكن نحن بنشغلنا التقالية بننزل بنشغلنا نسوي ان نتركب يعني بالطريقة هاي ومشكلة وبالطريقة زين اذا هذا بالطريقة هاي ما تركب اول شي غير الشارع مرة ثانية ترابي زين ونرجع بالطريقة هاي زين ونني بالمين من هنا ونسوي المكان الى ترابي خرقوا الماينرس اللي هني بالطريقة هاي يعني مش اوكي بالطريقة هاي وعلى ساحل الحصن اللي فوق ما يطيح تحت طبعا لازم نحطي لنا حاجز وفي حاجز موجود لازم نسوي حواجز فوق الجبال انتو مش متعودين الى الحواجز من هنوع صح متوقعين مني حاجز مختلف شوي نشوف ان شاء الله ما يشلى شلى ايخ زين مش مشكلة هدا بنبدأ نحطي الاسغر بالطريقة هاي ونرجع للحاجز اللي هني او تعارفون شو حطي الحاجز اللي هني حاجز اللي هني هذا الحاجز عن السقوط طريقا لا تنسون يعني في النهاية هم يشتغلون في وقيبل صح؟ اضافة الاشياء الثانية هم يطلعون معادن فبالتالي لابد من اشياء بسيطة حولهم ترى بعد يعني لا تنسون حصة من هنا وحصة من هنا وفي عندنا حصة صغار مفروض على ما اذكر في الحصة الكبار بعد فالنص ممكن نخليها من ثيم المكان فالطريقة هاي طريقة هاي حسونك ان الجبل الجبل يعني عرفتو وبنبدأ انضيف شوي 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 يعني هذا الحين ينتج عادي والامور طيبة وبيروحون يرجعون هني بس وين بيصدرون كل شيء بيصدرون كل شيء عن طريق القطار اللي مفروض يكون هني الحين هذا محطين الشكل اللي ممكن نسوي سياحة شيء طبعا انا بسحب عليهم انا بحطي ابسط قطار موجود حق شو حق شحن ممكن نحصله حطي هني الشارع مانا اوحادي الاتجاه حطيه بالطريقة هاي وهذا الشارع راح اوصله بالطريقة هاي وراح نطلع منه منه القطار القطار بالطريقة هاي شوفوا بهاي الطريقة الحين اللي راح يستويه كالتالي اني بقطار شحن طبعا ونحطي قطار الشحن هني شوفوا طبعا هاي مش النهاية ما القطار ولا شيء لا القطار هذا لازم يتوسع اساسا يعني بيروح المدينة الثانية لان هذا يبرع عن خط تصدير خارجي أصرا فلازم نطلع خط تصدير ليوين للمدينة نفسها خط التصدير هذا كيف يكون مبدأه بالطريقة على غلب هاي عبره من فوق هذا المكان لانه هني بيروح لمطار عرفته فنقدر انه شوي نلعب في الموضوع بالطريقة هاي بالطريقة هاي بالطريقة ممكن نصير بالطريقة هاي ميلان ونحاول نمشي مع منو مع الشارع العام بو بيتغير هذا يعني انا كل ما بي ببني بعيد بيتغير فا مش وايد اني شاي الهمة ايوة وصلنا لمرحلة القطارات اللي خطاه رفق قطار رفق قطار رفق قطار هذا اللي قاعد نبنيه لان احنا من اول السلسلة تذكرون من زين وهذا راح نوصله بالخط الداخلي للمدينة وهذا راح نوصله بالخط الداخلي للمدينة بالطريقة هاي يتوصلوا نعم توصلوا وطبعا نحنا ندور هالثيمات من فترة هنه بخلي قطارات تتمر من فوق قطارات وجسر من فوق جسر شارع من فوق شارع من فوقه قطار يمكن من فوقها جسر طبعا هذا قابل للتعديل داما انه نحنا نعدل على المنطقة وطبعا لازم نسوي باي باس حق منه حق الجماعة الطيبة اللي هني على اساس الحين هذا القطار يقدر يتوجه لهناك يحتاج ماء نعم يحتاج ماء بالطريقة هذي طبعا قلنا بنسوي مدينة لكن انا ما سوي الدوار هني على اساس بسوي دوار ويلا نسيت انا ولا معرف بس بنسوي هني دوار الدوار هذا ثلاث شوارع هايوي او شارعين نكفي اظن نكفي ما يحتاج شارعين هايوي بالطريقة هاي ونحطي عليها الرول العام والنا بالطريقة هاي هاي بتكون منطقة سكنية الصغير المنطقة سكنية بتكون مش وايد عالية بس هدفها تخدم المنطقة هاي عرفته وعندنا هذي شو هدفهم هاي الانتاج معادن مفروض يشحنونهم في القطار ونتوكل العرب العالمين نزين واحد وعشرين دقيقة ان ويا الله توسوي انو كان انا ممكن ازيد الانتاج او اترى هاي تاخذ لها لفل واحد زيادة عرفتو؟ الحين عسب هاي تاخذ لفل زيادة محتاج مني انتاج 500 وعمالة عالية شوي ما بنسوي في منطقة نفسهاي بنسوي منطقة عماير فيها مجموعة عماير قليلة وخدمات خدمات عادية واقطار ما راح استعمل النقل العامل للداخلي المترو لهناك ما يكفي كذا هناك ما يكفي فيه مطار بيكون قريب فعادي مزين الحين خلنرسم المنطقة المنطقة بتكون كالتالي هادي مجموعة عماير اوكي هادي بنختار حديقة مش هاي حديقة قلنا واحدة من حدائق اللي كان عندي حديقة عريضة مش هاي هاي وهادي حدائق في الوسط بس بنهد فراغ واحد ولا يقدرون يمشون لورا صح يدخلون ما هني مشون للصوب الثاني من الشارع عن زين الحديقة هاي ما راح توصل الشارع طبعا راح توصل المنطقة هادي في الوسط زين وعندنا المنطقة هاي راح تلزك في الهايوي هاي 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 منطقة ضيقة شوي ما علي وهادي راح تويستوي يتوصل باي الشارع بالشارع هذا وهادي راح تكمل لي المنطقة بشكل مستقيم بالطريقة هاي هاي صارت عندنا منطقة الشي الوحيد اللي باقي اوصل الشوارع وسطية امدها بالماء امداد الماء وايد اساسية المنطقة بزيادة بس مفروض انها تكفي حاجة المنطقة من ناس يشتغلون من خدمات في مدينة قريبة منهم يعني هاي المدينة وايد قريبة من الخدمات اللي موجودة هني وايد قريبة من الهايوي هايوي طبعا نقدر بنزحها شوي مع الوقت لكن مش ذاك الزوت انزينوا المنطقة هاي منطقة تجارية لا اكثر ولا اقل ومنطقة سكنية هني الناس تمشي للمنطقة تجارية وهني بنسوي بالذات بسط توصل منه المنطقة الصناعية بالشو بالناس اللي موجودين هني ها كامل منطقة سكنية طبعا الحين بنني بالشارع اللي هو هذا راح يتوصل اخ بنني بهذا الشارع راح يتوصل بالناس اللي هني لو تروحون برع المناطق الصناعية تقريبا بطريقها يفكرون بكثافة العمال اللي موجودة بالاضافة العمال يكون فيها خدمات بسيطة مثلا مركز شرطة صغير ما راح يكون فيها كبير حتى لو فيها مشاكل وعندنا بيكون فيها عيادة صغيرة هاي المفروض شبه يكفون احتياج المنطقة وخارج المنطقة نقدر نحطي شارع هني للخارج في خدمات اخرى هني بيكون شارع اصغر هذا الشارع توي حشيش ولا هذا مثلا بيكون بالطريقة هذه هذه في خدمات اخرى نزين الخدمات الاخرى اولهم بتكون هذه خلنا تشوفي كيف يغطي المنطقة كامل نعم يغطي المنطقة شبه كامل نقدر نحطي مثلا هني شوي اقرب نلزقه حتى عادي بالطريقة هاي فالحين صار عندهم خدمات صار عندهم كل شيء واشياء طبعا الشيء الثاني مدرسة صغيرة ما اظن المدرسة راح تسد كامل احتياجهم ومش لازم بالضرورة انها تسد الاحتياج الكامل بالنسبة الى لحظة عفوان عفوان انتوا لا تبنون هني هالمنطقة انا ما ببنى فيها انا اسف صاحبينيتي بس اهدموا نزيل وفيكون في عنا نورمال هاي سكول وكان رغف الرحيمة ما راح نحطي فيها جامعات واشياء اللي يبا جامعة بيكون في خط قطر يقدر يسافر طيارة يقدر يسوي اشياء بس مش هني لا نزيل الحين هذي راح نكملها بشو بحديقتين غير ترى المكان مسوي على قاس هالحديقة نزيل الى هني ما استوت نقدر نحطي الحديقة الاصغر كانت هاي في رأس المكان هذا وبعدين نحط المكان وماشي ما عند المشاكل استوت فيه حدائق عندنا وخدمات اساسية راح يقدرون يعبون منها الاحتياجات ما لهم عندنا هني نقدر نضيف الحين شوي الصناعية دام ان صناعية هناك هني الصناعية قاعد تنقص لاننا عندنا انتاج عاري صح بس برايهم الحين شو المهم الحين المهم عندي هذا المكان يبدأ شو يسوي يبدأ ينتج اور والور اللي قاعد ينتجه بالنسبة لي قليل الحين شو نسوي في هالحالة امتدادات امتدادات وين بتكون الشارع بكبره رملي عادي يعني مثلا امتداد شارع رملي من طبعا راح احطي حق هذا المكان الكوربرت ميجا ستركشور ميجا ستركشور راح احطي لهم هلكبترات اشياء بلاوية الحينة عقب شوي هذا المكان مكان تنقيب صح مكان خارجي حسون صغير بس هذا يزيد الانتاجية الحينة وهذا ما باي يكون منظم يعني مية بالمية بس ام باي سوي زحمة عادي عندي طريقة هاي وهذا راح ياخذ نفس الارضية مع الجماعة نوصلهم بووصل لماي عادي يعني نزين وبنحطي لحصية الحينة تحتها الاساس يمسكها لان شو اللي ماسك المعدات من الطيح شو السالفة هذا كله يعني نحسب حسابه شوي 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 ونبدأ شو نبدأ نرسل المكان طبعا هالمكان الطريقة هاي ممكن نسويها بس جم بعض عساس مزين وهذا داخل ميجا كوربرت ميجا ستوف الطريقة هذي وممكن عشان نخرب الردم ما لا ولا شكل المنظم نسوي اشياء نفس شي داخل نسوي الاروتيت وخلاص فيبين المنطقة محمية بالحصاء الحين وهي اللي بيبدأون انتاج هاي اللي ما بيطالعون واحد ثنين ما فيه هاي اللي بيبدأون انتاج ويرفع عدد الموظفين يمكن اليمكن الريدي رفع عدد الموظفين ايوه شوفوا رفع عدد الموظفين من الحين والانتاج راح يزيد ولا تنسون القطار شغال يعني القطار راح يوصل للمدينة هناك ترى وبعدنا خطوط القطار ما خلصناها راح نسوي شوارع كبرى على اغلب في وسط المدينة تمر من هنا والشارع هذا يمر من فوق قطارات وسكة كديدة طبعا هذه الخطوة الاخيرة يوم نحن بنسوي طابقين وثلاثة واربعة يعني وهي الخطة اصلا من بداية سلسلة ننزيل الحين كريسورس نحن حاطين شو حاطين ريسورس هني صح وهذا شو يبقى منه هذا يبقى منه وايد عساسي لفل ترى شوفوا الحين تلبيل بياخذ وقت بس الحين المقصد عنده بورت تصدير بورت التصدير الثاني لازم يطلع من وين؟ من مينة ننزيل المينة كيف بنحطيه طبعا المينة راح يكون على اغلب هني بيكون في مينة ضخم مجمع ليش؟ لان الحين لو اييب انا كنت اطالع على الخريطة ذيك اليوم ننزيل اي واحد من الشبس وين؟ الخط فنبق كوربرت يعني لفل شو مينة وهذا بيطوف من نص المدينة عن طريق شارع عود نزيل وبيبدأ ياخذ مداخل للمدن وبيبدأ مداخل مداخل للصناعة باختصار يعني وراح يروح للهايوي وراح يرجع لاماكن عديدة وراح يتوصل في قطار بعد طبعا راح يعتمد على قطاراته بشكل كبير نحن عندنا مينة هني بس المينة هني سياحي داخلي ويكون في مينة هني داخلي بس المينة اللي هني بيكون ميناء شحن ميناء شحن رسمي ممكن نسوي المينة الشحن الرسمي بعد هني ترى على فكرة بيكون جميل جدا حق صديقنا هذا بس هني بروحها قاعد وهني نقدر نمد سياحة وبيوت واشياء هني الله اعلم شو بسويه لكن هني بيكون المطار ووقتها بنبدأ نكمل شوي شوي المدينة على اساس تكملنا الاماكن السياحية هني وهني اماكن السياحية والاماكن السياحية كلها بيكون مشبوكة ببوتات ومطارات صغيرة تحسون مشروع وايض ضخم بس ما علي لان وقت الحلقة خلص فبشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم على خير ممكن تحسون شوي بطيئة هالحلقة بس هذي طريقة تأسيس مكان من الزيرو يعني هذا مكان تأسس من الزيرو فنشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة